طائفة من أقوال التابعين ووصاياهم قبيل وفاتهم الكلمات الأخيرة لأبي عائشة مسروق بن الأجدع أذن الرحيل وعلم علم اليقين أنه مفارق دنياه فبكى بكاء شديد فلما قيل له ما هذا الجزع قال ما لي لا أجزع إنما هي ساعة ولا أدري بعدها أين يسلك بي بين يدي طريقان لا أدري إلى الجنة أم إلى النار واسمه مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي كنيته أبو عائشة وهو من التابعين من أهل اليمن وقد قدم المدينة في أيام أبي بكر وسكن الكوفة وشهد حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أعلم الناس بالفتية من شريح وشريح أبصر بالقضاء منه وكان ثقة عالمة وتوفي سنة ثلاث وستين للهجرة الكلمات الأخيرة للحافظ الفقيه الأسود بن يزيد شاهد شمس الغروب شمس غروبه عن الدنيا فبكى فقيل له أجزع من الموت فقال ومن أحق بذلك مني والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابني الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه الكلمات الأخيرة للبكاء من خشية الله محمد بن المنكدر رضي الله عنه عاش محمد بن المنكدر هو وأولاده عيشة إيمان وصدق ومحاسبة للنفس لعلهم يكونون من أهل السعادة يوم القيامة ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعندما حضرته الوفاة ظهر عليه شيء من الجزع فقيل له لم تجزع؟ قال أخشى آية من كتاب الله عز وجل فهو يقول وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فإنني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب ويروي أحد صحابة رضي الله عنهم أنه جلس بجوار محمد بن المنكدر وهو يحتضر فقال له يا أبا عبد الله كأني أراك قد شق عليك الموت وأخذ يهون عليه حتى رأى وجهه يشرق ويتلألأ كأنه البدر وهنا قال له محمد بن المنكدر لو تر ما أنا فيه لقرت عينك ثم فاضت روحه والغرفة كلها تفوح بعبق الروح والريحان ومحمد بن المنكدر هو محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني يمت بصلة قرب ووشيجة دم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهما يلتقيان عند جدهم الأكبر سعد بن تيم وهو زاهد كان يكثر من البكاء حين يقرأ القرآن وحين يصلي وحين يخلو مفكرا في القيامة ورهبة الحساب حتى كف بصره خشية من الله وهو من رجال الحديث أدرك بعض الصحابة وروا عنهم وتوفي سنة مائة وواحد وثلاثين للهجرة الرجاء الأخير لسليمان التيمي حدث ابنه المعتمر بأن أباه سليمان حين حضره الموت قال له يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا حسن الظن به فهو يريد أن يلقى الله تعالى وهو حسن الظن به ويطلب أن يعرف أوجها اليسر والرخص فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وأن المرأة يبعث على ما مات عليه وهو حسن الظن به جل في علاه أمنية حسن بن أبي سنان قبيل وفاته وهو حسن بن أبي سنان التنوخي كان نصرانيا فأسلم وهو من أهل الأنبار وكان مترجما يكتب بالعربية والفارسية والسريانية ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأدرك الدولتين الأموية والعباسية وتوفي سنة مئة وثمانين للهجرة سئل حسن بن أبي سنان وهو يتأهب للخروج من الدنيا ويستقبل الآخرة أتجد كربا شديدا فبكى ثم قال نعم أجد ذلك ونظر إلى عواده قائلا ينبغي للمؤمنين أن يسلوا عن كرب الموت وألمه لما يرجون من السرور في لقاء الله عز وجل وسئل مهدي بن ميمون من حسان بن أبي سنان فقال في دهشة من حسان بن أبي سنان لقد رأيته في مرضه فقيل له كيف تجدك قال بخير إن نجوت من النار فقيل له فما تشتهي قال ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيي ما بين طرفيها تلك كانت أمنية الرجل الذي أحب لقاء الله فأحب أن يقف بين يديه عابدا أطول ليلة قبل فراق دنياه فرضي الله عنه وأرضاه وصية الزاهد أبي يزيد الربيع بن الخثيم عند وفاته جاءت لحظات النهاية فأحاطت به أسرته واقتربت منه ابنته تبكي بكاء مرّا فنظر إليها وقد علت وجهه ابتسامة الرضا وقال لها لما تبكين يا بنيه قولي يا بشرائي أتى الخير وقيل له ألا توصي قال بما أوصي قد عرفتم أنه ليس لي درهم ولا دينار وليس لي على أحد درهم ولا دينار وليس أحد يخاصمني عند ربي عز وجل ولا أخاصم أحدا فقيل له بل أوصي قال إن لمرأة شابة فإذا أنا ميت فحثوها على التزوج واطلبوا لها رجلا صالحا وبني هذا إذا رأيتموه فامسحوا رأسه فإني سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة قيل له بل أوصي قال هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأوغل على نفسه أي بالغ وأشهد الله عز وجل عليه وكفى بالله حسيبا ومجازيا لعباده الصالحين ومثيبا لهم إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وصية الزاهد خيثمة بن عبد الرحمن عند وفاته جلست امرأته بجواره وهو طريح الفراش في المرض الذي توفي فيه وبكت بكاء شديدا فنظر إليها قائلا ما يبكيك إن الموت لا بد منه فشدت زوجه على يده وهي توديعه في حسرة ولوعة وقالت له الرجال بعدك علي حرام فنظر إليها خيثمة مستنكرا وقال لها ما كل هذا أردت منك إنما كنت أخاف رجلا واحدا هو أخي محمد بن عبد الرحمن فهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب في بيتي بعدئذ القرآن يتلى في كل ثلاث إن هذا الرجل الزاهد العابد لم يكن ليحرم على زوجته شيئا أحله الله وإنما أراد لبيته أن يكون طاهرا نظيفا من بعده فلا يدنس بإثم أو منكر بعد أن كانت الملائكة تحف به مستمعة آيات الله تتلى وتتردد في جوانبه آناء الليل وأطراف النهار وصية ودعاء للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عند موته الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أول الأئمة الأربعة الذين هم أئمة الفقهاء الأعلام وهم أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة التي شرقت وغربت واشتهرت بين الناس في الماضي والحاضر وقد بلغوا منزلة عالية ومكانة رفيعة بما بذلوه من جهود عظيمة في خدمة الشريعة الغراء والفقه الإسلامي وبما خلفوه هم وأمثال لهم من تراث فقهي ضخم وسيظل مفخرة كبرى للإسلام والمسلمين لما امتدت يد الردى إلى حياة الإمام أبي حنيفة لتطويها في الثرى أوصى رضي الله عنه بأن يدفن في أرض طيبة لم يحدث فيها غصب وأن لا يدفن في أرض اتهم الأمير بأنه اغتصبها ولقد بلغت هذه الوصية مسمع أبي جعفر المنصور فقلق لها وقال من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا وقال بكر العابد قال أبو حنيفة عند موته ارحمني وأنا صريع بين أهل الدنيا أعالج نفسي يا أرحم الراحمين آخر كلمات الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أما ثاني الأئمة الأربعة في الميلاد الإمام مالك إمام دار الهجرة وإمام أهل الحجاز وأحد تابع التابعين والذي إليه انتهى فقه المدينة والذي عاش قرابة تسعين عاما شاب خلالها شيبة طيبة مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين فقد دخل عليه بكر بن سليمان الصواف مع جماعة ليلة وفاته فقالوا يا أبا عبد الله كيف تجدك فقال ما أدري كيف أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما ليس في حساب وبعد قليل تشهد وقال لله الأمر من قبل ومن بعد ثم أسلم روحه إلى بارئها الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو على فراش الموت هذا ثالث الأئمة الأربعة في ترتيب الميلاد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث ومجدد القرن الثاني والذي قال في حقه الإمام أحمد بن حنبل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المئة وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المئة الأخرى نراه على فراش الموت يروح عن صدره بالشعر ويستخدمه في غرض شريف كريم وهو رجاء العفو والمغفرة من الله تعالى وقد روى الرواة أن إسماعيل بن يحيى المزني دخل عليه في مرضه الذي مات فيه وقال له كيف أصبحت فرد الشافعي قائلا أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا وعلى الله جل ذكره واردا وفي رواية أخرى ولسوء أعمالي ملاقيا ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن ذي إساءة ظلوم غشوم قاس القلب آثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت روحي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسم وصية الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أما رابع الأئمة من الفقهاء صاحب صفات والنعوت الباهرة التي أطلقها عليه معاصروه فهو إمام الدنيا مفت العراق عالم السنة زاهد الوقت محدث الدنيا عالم العصر قدوة أهل السنة الصابر في المحنة الرجل الصالح الزاهد المحتسب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو مجدد القرن الثالث في رأي الكثيرين من أهل العلم والفقه مرض هذا الإمام العظيم مرض الموت وكان لا يشغله في هذا المرض إلا أمور هي الصلاة والتفكير في توزيع المال الذي تركه وثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده وحرصه على عدم الأنين مهما اشتد عليه الوجع لأنه روى حديثا عن طاووس ينهى عن الأنين ولقد حافظ على الصلاة ولم يتركها بحال من الأحوال وحين عجز عن تخليل أصابعه أمر أولاده بتخليلها وقد توفي بعض وضوء له بلحظات محدودة وسأل عما عنده من المال فكان ضئيل فأمر بأن يتصدق منه ولم يصدر منه أنين قط وفي أول يوم من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين أصابته الحمى وضعف عن المشي في البيت إلا مستعينا بغيره ووصف له الطبيب طعاما يشوى فقال ابن حنبل لولده صالح لا تشوي هذا الطعام في بيتك ولا في بيت عبد الله أخيك وإنما قال هذا تورعا عن الشبهة لأنهما كان يأخذان من مال السلطان وكان ابن حنبل قد حنث في يمين هي اليمين الوحيدة التي حنث فيها خلال عمره كله فأمر بشراء تمر وعمل كفارة عن هذا اليمين ثم قال الحمد لله وكان لابن حنبل وصية قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ويحمدوه في الحامدين وأن ينصحوا لجماعة المسلمين وأوصى إني قد رضيت بالله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم أسلم روحه إلى بارئها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر